في هذه الورشة الصغيرة يداوي شهادة ما يعطب من آلة الكمان تارا ليصنع أخرى في حين آخر وبتوقيعه ليكن واحد من قلة في الأراضي الفلسطينية ممن امتهن هذه الصناعة فبالرغم من عمره الصغير احترف أشحاد صناعة الكمان وصيانته بعد عشق لهذه المهنة التي تعرف عليها صدفة من خبراء أوروبيين زاروا مركزا للموسيقى قرب بيته بدأت لما فتح الكمانجان جنباتي كان في 2005 فتح الكمانجاتي دخلت على ألت الوز عزف بعدين عزفت على ألت الكمانجان بعدها في 2006 كان يجيون صانعين آلات من بره من إيطاليا ومن فرنسا ومن أوروبا كان يجي يعمل أصيان آلات التي كانت موجودة في المركز فكنت أنا أتفرج عليهم كان شي غريب بالنسبة لنا صنعة أحبها ليرفض لقب النجار الذي يطلقه عليه الناظر لورشته للوهلة الأولى فهو صانع للكمان بدبلوم مصدق أوروبيا لهذا الفن الذي يدرس بعلومه في الخارج أستاذي في 2008 اقترع علينا أن أطلع إيطاليا عنده فأطلعت عنده وصنعت كمانجتين عنده في إيطاليا قعد ثلاثة وشوة بعدين رجعت واخترع علينا أن أطلع على مدرسة في إنجلترا معي دبلومة في صناعة الآلات وترميم الآلات الموسيقية خاصة للكمانجا وتشالو والفيولا وكحال أي صنعة في الأراضي الفلعسطينية يعاني إشحادة من صعوبة الحصول على خشب الكمان ذي الجودة العالية المتوافر في أوروبا الصعوبات البوجهة هنا مثلا الأغراض مش كل شيء موجودون دائما لما أطلع بره أجيب معي أنا كل سنة بأسافر تقريبا كل تتشهر بأسافر مرة فبطلع مثلا أعرض ألات الموسيقية أو بطلع دورة تدريبية طموحي أني أفتح ورشة كبيرة طبعا مش لحالي طبعا مع صانع واد أنا كمان ويكون متوفر عندي كل شيء بالورشة وأصير أدرس طموح كبير بتطوير صناعة الكمان يدويا طموح لم يتضاءل بالرغم من شرح الإقبال على شراء هذه الآلة الموسيقية لثمنها الباهظ الذي يصل إلى ثلاثة آلاف دولار مقابل تلك الصينية التي يناسب ثمنها دخل المواطن الفلسطيني المتدني هنا مرام الله أنسام سلمان لليوم على الحراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة